حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي تجلب الأمطار الرعدية لعدة مناطق من المملكة والتفاصيل بالمختصر نبدأها من الليلة هناك أمطار رعدية متفاوتة الشدة متوقع أن تؤثر بمشيئة الله على كل من شمال المملكة خاصة في منطقة تبوك والجوف والحدود الشمالية وإجزاء محدودة من وسط المملكة وبالانتقال إلى يوم الغد تشمل أيضا هذه الأمطار إجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة بالإضافة لإجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وبالانتقال إلى يوم الخميس تستمر فرص الأمطار الرعدية لتكون غزيرة مصحوبة بزخات من البرد أحيانا في أجزاء عدة من شمال ووسط وجنوب غرب وغرب وحتى أيضا الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية من المملكة بمشيئة الله وبالانتقال إلى نهاية الأسبوع ويوم الجمعة أمطار رعدية في أجزاء من جنوب وغرب المملكة بالإضافة لمنطقة تبوك بالإضافة للأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وفي يوم السبت تتراجع فرص الأمطار بوجه عام مع بقائها بشكل محدود في جنوب غرب المملكة على أن تعاود الأجواء الاستقرار بمشيئة الله من يوم الأحد بعض التنبيهات فيما يخص هذه الأحوال الجوية بداية ننبه من غزارة الأمطار الرعدية أحيانا في مناطق مختلفة وتنبيه من الرياح النشطة المرافقة للصحب الركامية وإثارة الغبار وانخفاض للرؤية الأفقية نتمنى السلامة للجميع في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب دمتم في أمل الله